سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة النهاردة كنت بسأل الرب وأنا بصلي من أجلكم إيه البركة اللي أطلبها من أجلكم اليوم دايما في أول البرنامج بحب أصلي صلاة صغيرة ولو كلمتين من أجل المستمعين والمشاهدين فحسيت من الرب النهاردة أنه الكلمة اللي كانت على قلبي في الصلاة منه هي أنه تعزيات القدير تكون ليكم ومعاكم اليوم ولما تسمع يعني إيه تعزيات دي؟ تعزيات دي مش يعني حد بيعزي حد في وفاة شخص مثلا فقط ولكن تعزيات القدير الله المحب الإله المعزي هي شفاء لقلبك المجروح وخطرك اللي انكسر شوفي إزاي الرب بيتكلم عن نفسه وبيقول كده في الكتاب أنا هو معزيكم ويقول من أنت حد تخافي من إنسان يموت ومن ابن الإنسان الذي يجعلك العشب يعني لما أقول أنا اللي معزيكم كلمة اللي ربنا عايزك تسمعيها وعايزت تسمعها النهاردة أنه هو معزيكم في كل حال يعني ما تخافش من إنسان يعني ما تخافش من فناء شيء يعني ما تخافش من نقصان شيء لأنه الله يعزيك بطريقته الخاصة كل يوم وبأشكال كتيرة جدا الرب بيقولك النهاردة أنا أطيب خطرك وعزي قلبك توقعي وتوقع إنكم تروا تعزيات ومحبته النهاردة كتاب بيقول كده إنه أبو الرأفة وإله كل تعزية اللي بيعطينا في كل دي حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ديقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله يعني ربنا بيعزيك عشان تعزي كمان يعني يديك فيد من التعزيات القلبية الحقيقية اللي تخلي قلبك قاعد منتظر الله وعندك ما تعطيه لمن حولك أيضا دي تلبتي لكم النهاردة خلينا نصلي يا رب أنا بصلي وأثبت كلماتك اليوم في حياة إخواتي المشاهدين والمشاهدات اليوم عزيهم يا رب بحضورك عزيهم بشفاءك عزيهم بكلمات نعمتك عزيهم بملأك بروحك القدوس اللي تسكن فيهم وتأتي بأعمال تعزية لآخرين أيضا ليك المجد والكرم حلقة النهاردة بقى بعنوان قضايا الأقباط ومسؤوليتهم الحقيقة إنه في قضايا كثيرة كنت شايفة إنه في الأسابيع الماضية كنت حابة إن أنا إشها معاكم خاصة بالكنيسة وحياة المسيحين على الأرض وبعض التطورات اللي موجودة وبعض القضايا كده المتناثرة اللي شفت إنها تستحق إنه نقف عندها لكن في الأسابيع الماضية كان فيه أحداث كثيرة كان لازم نتكلم فيها الأول النهاردة أنا يعني متأكدة إنه ده توقيت المناسب اللي نتكلم فيه في هذه القضايا هنتكلم في ثلاث محاور في الموضوع ده الأول المحور الأول هو التطورات الإيجابية اللي حصلة مع الكنيسة اليوم على الأرض في وسط مجتمع مسلم فيه تطورات إيجابية كتيرة وفيه أيضا المحور الثاني اللي هو قضايا متكررة من الأول كنا بنشوفها ومازلنا بنشوفها لحد دلوقتي بأشكال مختلفة النقطة الأخيرة هي النقطة الهامة جدا اللي عايزةكوا تتوقفوا عندها وهي نقطة المسئوليات الأساسية للشعب للكنيسة لأبناء الله وأنا لما بقول اسم البرنامج قضايا الأقباط ومسئولياتهم أنا مش بتكلم على الأقباط الأورتدوكس فقط بما أني حطى الكاتدرائية الجديدة يعني في الصورة والكلام ده مش مخصص للأقباط الأورتدوكس فقط ولكن أنا بتكلم عن المسيحيين عموما القضايا اللي هتكلم عنها عن مسيحيين مصر فهي تخص الأورتدوكس البرتستانت كل مسئولية كل مؤمن أمام الرب على أرضه وفي بلده والدعوة بتاعتنا اللي ربنا عايزنا ننتبه لها كل يوم والتعامل مع القضايا دي يكون إزاي أولا بقى قبل ما ابتدي أدخل في الثلاث نقطة المهمة جدا دول عندي خبر مهم لازم نقف عنده ونتكلم فيه وهو موضوع تهديد تنظيم القاعدة للأستاذ إبراهيم عيسى شوف كده السلايد الثاني الحقيقة أنه ده حدث يعني من تقريبا من يومين كده مؤسسة سحاب الإنتاج الإعلامي اللي هي بتاعت القاعدة أصدرت نشرة بعنوان رصاصة في القلب ومن لي بهذا الخبيث ويعني دي الصورة اللي هما عملينها فعلا والرصاصة موجهة مع تحوير بسيط بس فيه رصاصة موجهة لقلب هذا الرجل المفكر الإعلامي المعروف الحر اللي بيتكلم اللي بيقول أراءه بيشارك أراءه باحترام للجميع ولكن درجات الاحترام بقى عند القاعدة وأمثالهم يعني هم لا يختلفوا في هذا عن الأظهر والسلفيين والإخوان والناس اللي موجودين على الأرض عايشين يعني على وش الصورة كده معنا كل الشيخ وعبد الله رشدي والناس دي كلهم بيعترضوا على الأستاذ إبراهيم عيسى لأنه بيتكلم فيه أمور بتخليهم يواجهوا المعضلات الإسلامية الموجودة على الأرض من البداية للنهاردة طبعا يعني الرصاصة دي كانت لها سبب عن حلقة عملها الأستاذ إبراهيم عيسى تكلم فيها عن خالد ابن الوليد هنا تنظيم القاعدة عملوا رسالة موجهة لكل من يتكلم من الإعلاميين فخليني أبص كده على بعض الحاجات اللي قالوها في جملة كده قالوها في النشرة اللي أصدروها وهي بتقول إيه الجام لقام الإعلام يعني على رأي المثل الجواب باين من عنوانه الرسالة موجهة للكل عشان يحصل تكميم أفواه لكل من له عقل مفكر متكلم مشارك باحث لو ما كان في الإعلام بكل صوره لو ما كان في الفن بكل صوره يجب أن تكمم أفواه هؤلاء وأفضل الصور اللي يهددوا بيها هؤلاء هو أنهم يعني يحددوا واحد من أهم القامات الموجودة النهاردة في الساحة ويقولوله انتبه إحنا وراك تكرار لموضوع فرق فودا لما طلعت الرسالة دي على طول طلع عبدالله رشدي وشيوخ آخرين مش ينددوا بالله حصل ولكن يقول لك يعني طب هنعمل إيه ما انتكلمت عن المعراج وانتكلمت عن ده ومش عارف إيه قلت البقر إيه وقاعد يعدد له الأسباب اللي تستدعي أنه الناس دي توجه له هذا التهديد ما فيش فرق بين من يبرر تهديد راجل بيتكلم بحرية ومن هدد ما فيش فرق بين الاتنين الاتنين أصل واحد الاتنين فكر واحد إزاي القاعدة بقى صحيوا كده إذ فجأة افتقروا أنه أنه الأستاذ إبراهيم عيسى عمل حلقة عن خلد بن الوليد غالبا الحلقة دي كانت في فبراير ممكن تكون قبل كده لكن يعني أنا أول مرة شوفها كانت في يعني بعد فبراير انبارح شفتها مرة تانية علشان أشوف كده إيه يعني التفاصيل المزعجة قوي قالها في الحلقة عشان تخليهم إسفاجاتا كده يهددوا بالقتل أنا معرفش الحلقة دي بقالها قد إيه لكن التاريخ بيقول أنها في فبراير السنة دي أوكي الأستاذ إبراهيم في الحلقة دي ما شككش في إسلامه هو فقط قرأ ما كتب عن خالد في كتب التراث ولم يأتي بشيء من عنده والحاجات اللي قالها الأستاذ إبراهيم هي نفس الحاجات اللي انتو بتقولوها بس بتقولوها وتقولوا رضي الله عنه والله والله أكبر والناس تعد تتهز وتعمل كده وتقول لك الله على الكلام الجميل وهو وانت بتتكلم على انه قتل ملك ابن النويرة وجامع مراته في نفس الليلة والكلام يعني أوكي والكلام الفج اللي كان دايما خالد ابن الوليد وبيقولو والكلام ده كل دي الحاجة اللي خدوها تلكيكة علشان يلجموا الألسنة والعقول علشان يعملوا ايه الصغير قبل الكبير لازم يخلوا كل يخاف الصغير قبل الكبير فياخدوا واحد مهم كده ويروحوا يعني يدبروا لأمر اسكاتوا بهذه الطريقة البشعة نقطة تانية لازم ننتبه لها ان القعدة وامثالها يجندوا الجهلاء بس الاسلوب ده بقى ده تجنيد بكلمتين في ورقة تروح عملة تاخد واحد جاهل على الارض زي اللي قتل برضو فارق فودا وما ارلوش ولا كلمة تاخد واحد جاهل على الارض فاو اتنين او تلاتة او عشرة او مية او الف هيسمعوا الكلام ده وتتأجج مشاعرهم واحد هيقتل واحد لا واحد هيحاول واحد لا لكن ده اسمع عملية زرع افكار وزرع عملاء من الداخل بدون اي جهد هو بيزرع لك ناس في الداخل كده وما عادين يسمع بدون اي جهد يجب ان ينتبه العقلاء وتنتبه الدولة ان من يهدد مفكرين ومن يهدد المستنيرين في المجتمع يهدد تقدم الدولة واستقلالها وحريتها وحرية الانسان المواطن العادي اللي محتاج النهاردة ان الدولة تاخد موقف من هذه التهديدات السافرة لو كان ده دولة غربية وحد تهدد من القامات في الدولة الغربية في امريكا ولا في انجلترا هتلاقي ان الدولة هتاخد موقف ومن المواقف دي انها تستهدف هؤلاء لانهم لما يستهدفوا قامة في المجتمع بطلوا بقى ايه تتكلموا عن القامات الدينية والشيخ الفلاني واحترم مش عارف ايه وهم اصلا لا يحترموا الناس المفروض ان هما بيعلموا يعني ياريت تحاولوا تحترموا حريات وقداسة ارواح المفكرين والناس الناس اللي بيهدد الاستاذ ابراهيم عيسى بيهدد المجتمع كله بيهدد ابرياء في المجتمع كله بيهدد ناس بوسطة في المجتمع كله ممكن تنقاد الى هؤلاء زي ما حصل مع فرق فودا شوف السطايد اللي بعد كده مشكلتهم بقى ايه يقولك خالد بن الوليد طب يا جماعة يعني احنا بنهددك علشان خاطر انت اتكلمت على خالد بن الوليد يا ويلتاه اكي عايز افكركم بحاجة من سنتين او اكتر انا قدمتلكم حلقة كانت بعنوان ابطال الاسلام وكتائب الموت كانت الحلقة رقم 338 ارجوكم ترجعوا وتعيدوا مشاهدة هذه الحلقات هتلاقوا فيها تفاصيل كتير عن اجرام ابن الوليد خرجة من الكتب الاسلامية وما يستخدموا الشيوخ في وعظاتهم العادية اليومية اللي يأججوا بها مشاعر الناس ويجندوا بها او يخلوا امر القتل والدماء والكلام ده كله طبيعي في عيون الناس هتلاقوا فيها الجرام خالد ابن الوليد وغيره من كتائب الموت الاسلامية دائما على فكرة كتائب الموت دي هتلاقوا انه فعلا كان فيه كتائب بسموها كتائب الموت لانهم بيدخلوا يقضوا على العدو اللي هما بيغزوه كله بالكامل البطل ده اللي بيقوله احنا القاعدة بتقولك احنا بنزود عنه وازاي ينسب لي ما قاله ابراهيم عيسى والكلام ده كله الكلام الكبير ده ده اللي بتزود عنه هذه المنظمة الارهابية الاجرامية هو زيهم بالضبط لم يكن بطل بل كان مجرم حرب بتدفع عنه لانه مجرم زيكم كان مجرم حرب اسمع كلماته افكاره كلام قلبه وهو بيكلم اعتقد كان بيكلم كسرة هو يقوله ايه انما نحن قوم نشرب الدماء وقد علمنا ان دماءكم اشهى واطية بالدماء نحن قوم نحرص على الموت كما تحرصون انتم على الحياة طبعا الكلام ده ينفع تحط تحته بن لادن تصدق انه يقول كده تحط تحته الشعراوي تصدق انه يقول كده تحط تحته حتى الحواني وابنائه قالوها ويعني زج الناس على الحروب والسبايا والكلام ده كله كلام كان لسه بيتقال من سنتين ثلاثة كده على العلن يعني عادي ويطلع الشيخ على التلفزيون كده لسه يعني كم سنة فاتت يقولك وكان يقول تقطع من هنا ويعمل كده ويا سلام والتاني يقوله والله تقدر تحط تحته ده تقدر تحط تحته بن لادن تقدر تحته حسان وغيره كل دول خالد بن الوليد مثل لما يصنع الاسلام لانه محمد اختار انه يسميه سيف الله المسلول لقب يمثل حقيقته هو فعلا كان سيف ولكنه لم يكن سيف لله الحقيقي ابدا ولكنه كان سيف لإله الاسلام سيف لإله الشر دي دي حقيقته دي حقيقته دي حقيقته دا وكان جندي من الجنود الموجودين اليوم ولا قائد حربي اليوم كانوا حكموه دوليا وبقى مجرم حرب من الامثلة العجيبة يعني انه وراجل زي دا اللي انتوا بتدفعوا عنه دخل قتل رجال بني جزيمة الناس اللي قالوله احنا هتقتلنا وإحنا بنصلي لا احنا بنصلي احنا مؤمنين ما صدقهمش وبعد كده عمر قال له انت قتلتهم عشان قتلوا مش عارف مين ابن عمك ولا اخوك ولا مش عارفين قال له انت مالك انا بكلمكم كده بالعمية بس الكلام دا موجود دي قصة معروفة وبعدين محمد يقول لك اللهم اني يعوزوا بما صنع خالد أبرقوا من ما صنع خالد تبرق ايه من ما صنع خالد وانت انت القائد الحقيقي مش خالد القائد الحقيقي انت من ترسل الغزوات انت من تقتل الناس انت من تأمر بقتل الناس وهم متمسكين بأسطر الكعب على حسب قولك انت من قال جئتكم بالزبح فكيف نلوم على خالد والقائد بتاعه كده حروب الردة قتل وحرق قصص كتيرة عن خالد ابن الوليد خالد مثل مثل من امثلة ما يسموهم ابطال الاسلام وعايزين يقتلوا على سيرتهم افضل مفكرين العصر اليوم زعلنين من الاستاذ ابراهيم ويعني وهو فقط قرأ التاريخ هو بس قرأ التاريخ هو ما عملش حاجة غير انه قرأ التاريخ اللي انتو مكسوفين منه لو انتو مكسوفين من تاريخكم لانه سماه بما تسمياته الحقيقية لانه فعلا تاريخ اسود وفيه علامات يد الشيطان من البداية الى النهار ده فيجب انه يحصل المواجهة مع النفس مشاكلكم مش مع المفكرين لكن مع الفكرة اللي بترعبكم لان الفكرة اللي بتقدم نور في حياة الانسان سواء كنا بنتكلم عن افكار اخلاق معرفة الله الحقيقي هي شرارة لبداية تفكير لو مسكت في الخرافات اللي مزروعة في افكاركم هتنهيها لانها يعني عارف عارف لما تحط كده شرارة نار تيجي جنب شوية خشب ناشف هتكلها وانتو خايفين من ده بتخافوا ان الله ينير عقولكم بالحق ومع انتهاء هذه الافكار الشريرة هينتهي سلطانكم هدفي النهاردة اني اشجع الاستاذ ابراهيم وامثاله لانه مش هيكون هو للوحد فيه توجيه كده بالنسبة له لا التوجيه للدولة للمستنرين للعقلاء للمتكلمين للمبشرين للكل هدفي انبه العقلاء المشكلة مش ابراهيم عيسى لكن تراث مليء بفخاخ الموت فلا تدع هذا التراث يلتهمك وايضا اشجع الجميع بما ان الحلقة النهاردة موجهة للمسيحيين وخاصة المسيحيين مصر الموجودين فعلى الارض بصلي بوجه يعني طلب مني ان احنا كلنا نصلي من اجل الاستاذ ابراهيم واسرته للحماية والتشجيع وصلوا معايا دلوقتي من اجل حماية عيلته واسرته هو بالذات النهاردة لانهم فعلا محتاجين هذا التشجيع بس قبل ما نبتدي نصلي انا عايز احط السلايد اللي جاي ده الاستاذ ابراهيم لما وصلته للحكاية حصل قال طيب نشوف ده الاول ده الاستاذ سمح عسكر بيقول هدف تنظيم القاعدة تحويل مصر لدولة دينية والقضاء على كل مظاهر مدنية الدولة فالبيان الاحمق الذي اعلنه ضد ابراهيم عيسى يحمل تهديد مباشر للاعلام كله نفس الرأي وعلى فكرة في ناس كتير قوي واخد بالها من الكلام ده بصل ان الدولة كمان تاخد بالها من الكلام ده نشوف السلايد ده اللي بعد كده اوكي يبقى خليني اقول لكم مش لازم السلايد ده الاستاذ ابراهيم لما سمع الموضوع ده كتب لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا انا عايز اقولك انه الله لا يكتب الشر على احد بل يعطي كل فرصة للحياة والحياة الافضل وان الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب احد ولن تصبنا تجربة الا بشرية كل دي افعال بشر ان اراد لك الله شيء فهو يريد الحياة التي توصلك لمعرفته الحياة المريئة بالخير والمحبة والسلام حتى تكون موصل لده لمن حولك فربنا ما بكتبش عليك شر خلينا نصلي يا رب احنا بنتاجه لك بقلبه واحد انه انت تحمي الاستاذ ابراهيم عيسى وتنير عقله وتنير حياته بمعرفة وانه انت رب تفتح ابواب معرفة لشعب مصر انهم يتحرروا من هذه الافكار السوداء وانه كل يوم تأتي بنورك وبخلاصك على هذا الشعب امين امين طيب خلينا بقى ننتقل للجزء التاني من الحلقة النهاردة وهي قضايا الاقباط ومسؤوليته وزي ما قلتلكم انا بعني الكل مش طائفة الارتودوكس بس نتكلم اولا عن التطورات الايجابية فيما يخص حياة المسيحيين في مصر من بعد الثورة حصل تطور كبير جدا في حياة المسيحيين في مصر كان فيه اضطهاد كبير على المسيحيين يعني عبر التاريخ منذ دخول الاسلام لحد النهاردة عملنا حلقات عديدة على اشكال هذا الاضطهاد وكلها حاجات متكررة من اسلامة البنات والولاد لقتل وحر وتدمير قرى كاملة لتهجير كل ده كان موجود لكن في بداية الثورة وكان فيه تركيز على حر الكنيس مثلا ويعني كان فيه خسائر طائلة في هذا الوقت الارواح المسيحيين والمسلمين اللي كانوا يعني البوليس اللي كان بيقى في يحمل الكنيس كان بيموت زي وزي المسيح اللي جوه لكن حصل فيه تطورات ايجابية يجب ان احنا نقف عندها اولا الرئيس السيسي واحترام القيادات المسيحية وانه اخذ خطوات عملية في انه يبدي انه ده حاجة لازم تتعمل وتبقى طبيعية دائما القائد الناس بتتبع قلبه او فكره او المسار اللي بيمشي عليه وخاصة لما يكون مسار جيد واللي عمله الرئيس السيسي من احترام القيادات المسيحية و اما ظهر في الكنيسة وهو بيعيد على الناس لأول مرة وفرحة الشعب المسيحي كانت قد ايه بده لانهم يعني حسوا بمحبة وتقدير خاص وقيادات الكنيسة شعرت بانه هناك عهد جديد فعلا ممكن يحصل فيه تطورات وفعلا حصل تطورات التطورات اللي حصلت دي قبلت بهجوم على سياسات الرئيس السيسي وقالوا انه بيميز المسيحيين وانه متواطئ وانه ده علشان خطر يدولوا اصواتهم وكلام الفاضي ده كله ركز على الايجابي لان الايجابي من الله الكتاب بيقول انه قلب الملك في ايدينا الله زي يعني زي مجاري المية كده هو اللي بيجري ما في قلب الملوك قلوب الملوك في ايدينا الرب هو اللي بيغيرها وهو اللي بيستخدمها حتى ولو كان ملك شرير لكن نشكر الرب انه هناك رئيس اعتبر ان دي خطوة همة علشان سلام البلد وحقوق المواطنين كويس دي خطوات كانت جميلة جدا كان في ايضا تغيير في خطوات تقنين الكنائس الناس كانت بتصلي فيها وما فيهاش مقدروش يحطوا فيها مذبح او بيصلوا فيها وما فيش تصريح وكلام من ده الاصلاحات اللي في الكنائس الكنائس اللي كانت بتتحرق كان الجيش بيروح يبنيها يعني دي تغييرات كبيرة ملموسة وهمة جدا ومن ما يميز ده هي الكاتدرائية في المدينة الجديدة اللي عملوها الكاتدرائية دي جميلة جدا تقدروا تشوفوها في في العاصمة الادارية الجديدة انه يعني يتاخد مكان تبنى فيه كاتدرائية بهذا الحجم دي خطوة حلوة جدا لانه قد كده الشعب المسيحي كان بيدور على انه يبني كاتدرائية اكبر في مكان تاني ما كانوش قادرين ما كانوش قادرين ياخدوا كنيسة في قرية فكانوه ابنه كاتدرائية دلوقتي حصل ربنا فتح ابواب فدي خطوة ايجابية وتغيير يجب ان احنا نشكر الرب عليه ونكمل في بناء علاقات جيدة مع الدولة ومع المواطنين اللي حواليكم ده لازم فيه تغيير ايضا ملحوظ في نسب استهداف الكنائس والمسيحيين الامور هديت كتير خدت مراحل يعني كانت عالية اوي في 15 16 17 ابتدت تاخد منحنة يعني اقل كتير اعتقد بعد 2017 الموضوع بياخد وقت لان المتسببين في الاستهدافات للكنائس والكلام ده هم افراد وجماعات وكان لازم يحصل تنظيف كبير للجماعات الارهابية الموجودة وافكار الناس وكون انه القيادات في البلد تبتدي تتكلم عن تغيير الخطاب الديني اما الرئيس ابتدى يتكلم عن تغيير الخطاب الديني اللي بيضع المسيحيين في مكان الكافر والكلام ده كله يعني ده خلى الناس تبتدي تقلل من المواجهات السافرة اللي كانوا بيعملوها قبل كده كان فيه رسائل واضحة من القيادة عن الوعي وحرية الدين وحرية اختيار الدين هو وقعيا يعني مش موجود لكن نصلي انه يكون موجود في يوم من الاية فيه يعني كل الحاجات اللي قلتها دي موجودة لكن بتتفاوت في درجات التأثير على الارض ليه من اهم الحاجات اللي بتؤثر في الامتداد للامام والتغيير الحقيقي هو الازهر لانه مهما قال الازهر ومهما اظهر وجه المقابلات انا قسف الشيخ الطيب مع البابا او انه يقول لا لا مفيش مشكلة نعيد على المسيحيين وكل حاجة بس ممكن تعيد في الميلاد لكن ما تعيدش في القيامة وهكذا يعني يعني لازم حتى لو قال لك اه ماشي يجوز بس يجوز هنا وبلاش هنا فدائما هناك تمييز لكن الاقوى والاهم هو المواد اللي بتعلم للاطفال في الازهر من اللي ابتدائي للجامعة وانت بتعلم هؤلاء انه هناك فاصل وانه هناك تمييز وان المسلم هو الاعلى والاهم وان المسيحي كافر كل ده موجود وما تقولش انه مش موجود بصورة واضحة في كتب التعليم الازهري في كل المراحل التعليمية نهيج بقى عن الحاجات اللي بتحض على الارهاب كمان لم تنقل مناهج الى اليوم هذا الفكر موجود في التعليم الازهري يعني تقريبا يعني اذا اذا قلنا انه لو فيك عشرة مليون في التعليم بتاع التربية والتعليم عندك اتنين تلاتة مليون في التعليم الازهري تي نسبة كبيرة انا بقى يعني في المجتمع في الاستمرار في التقدم والاستمرار في الايجابية في العلاقات بين المسلمين والمسيحين المواطنين المواطنين وعلى فكرة وانا بكتب قضايا الاقباط برضو انا حبيت اقول يعني انه كل شعب مصر اقباط بس انت ايه يعني انت مسلم ولا مسيحي الكل مصري ومسيحيين مصر هما الاصل خلينا روح للنقطة التانية النقطة التانية هي القضايا المتكررة الحاجات اللي شفناها لزمات متكررة من انواع الاتهاد اللي بتقع على المسيحيين النقطة الاولانية اللي هتكلم عنها هي القضايا اللي بتختص بي القضايا المسيحيين لما تتقابل مع الشريعة والقانون في مصر اللي بيحصل هو من المفترض انه يكون فيه لائحة من القوانين تخص الاحوال الشخصية بتاعت المسيحيين هل اللائحة دي مكتملة لا مش مكتملة هل كلها يعني معمول بيها في بعض معمول بي وفي وفي لا فخلينا نشوف القضية اللي يعني اثارت اهتمامي جدا هي قضية الست اللي جوزها اسلم وتقدمت للمحكمة بطلب الطلاق لانه ده حقها حسب اللائحة بتاعت الارتودوكس انه لو الزوج غير ايمانه السته ممكن تطلب الطلاق وتطلق بس كان لازم تروح المحكمة علشان تطلب الطلاق ده ولو ان الكنيسة موافقة على طلاقها يعني قبل ما نتكلم في تفاصيل القضية نفسها انا بس هسأل سؤال لو واحدة راحت لشيخ الازهر وقالت له يا سعد الشيخ الرجل ده اتنصر هيقول لها طلق على طول لمحكمة ولا غيره منفعش لكن احنا الست المسيحية تروح للرجل تقولك يعني احنا التلاقي الاساسي بيني وبينه انه انه شخص ترك المسيحي يعني انا مليش لازمة في حياته هو ترك الله فانا مش عايز اعيش مع واحد ما عندوش نفس ايماني انا حرة على فكرة الكلام ده كتابي يعني عندنا في الكتاب المقدس بوليس الرسول قال انه اذا الست او الراجل متجوز وهو مؤمن والزوج او الزوج غير مؤمنين تستطيع انك تعيش معاه او تستطيع بقراتك انك تقول لا انا لن اكمل هذه العلاقة وخلاص ده اختيار معطى من الله يعني ده بديهية الله يقدس الزواج لكن ده بديهية لكن لما تقابل الشريعة الاسلامية مشكلة خلينا نشوف الفيديو القادم الحقيقة يعني النهاردة حكم خطير صادق من زياب قليلة يعني ألب كل الموازين صادر على خلاف الاعراف والمبادئ اللي استقرت عليها من حكامة النقد وايضا الاحكام القضائية زوجة مسيحية او اتنين مسيحيين يعني زوجة وزوجة وتزوجين تبقى لشريحة الأقباط الأرزوكس الزوجة اشهر الاسلام وهذا حقه من حقيدة الزوجة برضو استعملت حقها المرخص لها بموجب المادة 51 من لائحة الأقباط الأرزوكس التي تجيز او تعطي لها حق طلب الطلاق في حالة يعني الخروج عن الدين المسيحي وده نص موجود في اللايحة والليحة دي صدرة من مجلس الشعب ومعترب بيها ومعمول بيها من سنة 38 وبتنص على انه في حالة خروج احد الزوجين عن الدين المسيحي ليحق للطرف الآخر ان يطلب التطليق طيب دي لائحة من اللائحات القديمة اللي معمول بيها والسبتة لكن هناك امور اخرى تضاف لهذا الموضوع اللوائح دي كلها الكنيس كلها بتشتغل عليها دلوقتي يعني الكنيسة الارتودكسية عندها مجموعة من الحاجات اللي عايزين يضيفوها لهذه القوانين سواء كانت في الزواج او الطلاق او الميراث او وخاصة الزواج والطلاق هي المشكلة الاكبر فبيضيفوا رأيهم فعندنا كمان البروتستانت ليهم طريقة في الزواج والطلاق عندنا الكنيس الكاتوليك بتقولك فيش طلاق خالص الزواج ابدي خلاص اوكي فالكلام ده كله لسه بيشتغلوا فيه النهاردة في 2022 لتجديد هذه اللوائح واعطاء الفرصة لان كل طائفة تعمل الايمانهم بيقولوا حسب اللي هما شايفين اوكي فده لسه فيه شغل بس الفكرة ايه الفكرة انه حتى اللائحة الموجودة في مجلس الشعب النهاردة هي لائحة يعني اجازها مجلس الشعب القديمة دي ولسه شغالين على الجديد ولكنها تقف امام الشريعة فيه موجهة بين هذه اللائحة والشريعة الاسلامية طب ليه يعني ليه لانه الاسلام يسود لان القاضي اللي بيحكم بيحكم بمخه هو مش بالقانون هو لن يلتزم بالقانون لانه عنده من السعة في القانون انه الشريعة تفوق على البشر اللي بيتعامل معاه محطش نفسه في الموقف التاني يعني خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده فعلا رفعنا القضية والقضية خلط مجرارها ويعني احضرنا اشهار اسلام من الازهر الشريف حسب طلب المحكمة وطلبنا تطبيق نص اللايحة بتطليق لخروج الزوج عن الدين المسيحي الاختلاف الدين يعني وهنا الحقيقة فجينا المحكمة في اسباب حكمها حكم غريب بالحقيقة للغاية حكم يعني على خلاف ما استقر عليه القضاء حكم برفض الدعوة استنادا الى ان الشريعة الاسلامية هي الواجبة التطبيق واني لا تطبق الشريعة الطائفية حتى وصفها شريعة طائفية وانا ما كنتش حب الوصف ده يعني ان شريعة طائفية لا تطبق في حالة وجود الشريعة الاسلامية واني حق لي الزوجة المسيحية ان تعيش في كنف او الزوجة الكتابية تعيش في كنف الزوج طبعا اللي حصل ده حكم اسلامي بحت وليس قانوني بس زي ما قلنا عندما يصدر حكم قانوني في قضية معينة من الممكن للقادي أي قادي في حكم تاني ياخده ويقولك بما أن القادي الفلاني وجد الأسانيد لهذا الحكم يقولك أنه ممكن أستند على حكم هذا القادي ويبقى دي شرع جديد بس ده معناه إيه يعني أرجع يعني الصغرة اللي عملها القادي ده هتبقى مشكلة لكن ده معناه إيه إنه لقيحة مجلس الشعب اللي بقالها سنين دي اللي مجلس الشعب بأطياف الشعب كله وافق عليها وإنه هناك شريعة تحكم المسيحيين وهناك شريعة تحكم اليهود وهناك شريعة تحكم المسلمين أنتوا بقى من حقوقك وتعيشوا شريعتك كلها واتطبقوها على الناس كلهم غصبين عن عينهم وشريعتهم تلغى بقى حكم مجلس الشعب ولقيحة مجلس الشعب دي صفر لأن هذا القادي وجد إنه يعني سبب رفض الدعوة أن الشريعة الإسلامية هي واجبة التطبيق ويقول لك يعني الشريعة الطائفية مش مهم الشريعة الطائفية دي هو لا يجد إنه للمسيحيين حق في الحياة بس كده ويقول لك يا حق للزوجة الكتابية أن تعيش في كنف الزوج يعني معلش سمحني أنت مش من حقك تسمي الست دي زوجة كتابية هي اسمها زوجة مسيحية وزوج قصر عهده مع الله يعني إذا أنتوا كنتوا بتقولوا إنه الدولة ديانتها الإسلام وإنه الإسلام الدين ده مهم جدا بالنسبة للدولة دي عيش أنتوا بي بس كمان يعني شوفوا إنه المسيحيين إيمانهم مهم جدا بالنسبة لهم لأن المسيحي إيمانه في كل تفاصيل حياته اليومية والحياتية مع الله بصورة مباشرة والزواج المسيحي يعني ده زواج عهد وليس عقد أنتوا عندوك بقى بتقولوا إيه إنه العقد هو شريعة المتعاقدين طب ليه ما اعتبرتش إن العقد اللي كان بين الزوجة دي والزوج ده بيقول إنه الراجل ده مسيحي مؤمن حيقود بيته الوعود اللي عملها وهو بيتجوزها إنه حيقود بيته كمثل للمسيح هو الآن لا يستطيع لأنه قرر إنه يعيش بعيد عن المسيح تعيش معها إزاي دي تحكم عليها إزاي أنت مش من حقك تعمل كده المسيحيين في مصر محتاجين إنه الدولة تساعد على إعمال القوانين الخاصة بالمسيحيين أو الديانات الأخرى فيه شرع وفيه لائحات لكن أمام الشرع يمكن للقادي أن يحكم حسب الشريعة زي ما شفنا فيه لائحات اللي النس عملتها من زمان واللي لسه بيشتغلوا عليها وفيه الشرع الإسلامي لوائح سوري لائحة لائحات لوائحة خلص شكراً على المساعد لكن أمام الشرع هل للقادي أن يحكم حسب الشرع الإسلامي أوه ممكن قد ينا شفنا حصلت هي الحاجة الوحيدة للستة دي تقدر تعملها إنها ترفع الزوجة قضية خلع فشوف بقى ده من يعني أولاً الخلع ده مش في الدين المسيحي خالص فإنا إيه اللي يخليني أعمل حاجة لا تمت لإيماني بصلة لكن عشان تخلص نفسها فتروح رفع قضية خلع فتفقد كل حقوقها القانونية وإذا كان لها أولاد بقى الأولاد هيعملوا إيه؟ هيروحوا يعودوا معاها ولا هيروحوا للدين الأعلى بالنسبة للمسلمين يعني مشكلة المشكلة إن أرضية هؤلاء القضاء والقطاع الأكبر من المجتمع لا ترى الآخر بأي صورة إلا تحت ظل الشريعة الإسلامية وتظل الشريعة الإسلامية معرقلة للعدالة والحرية والحياة الكريمة أينما كانت خلينا نروح لنوع آخر من القضايا اللي يعني بتظهر الأرضية دي أكثر عمقا في المجتمع وهي موضوع بناء وتقنين الكنائس نشوف السلايد اللي جاي ده حصل في أنه بعض المتشددين هجموا منازل أقباط قرية أنا يعني معلش سامحوني أنا مش عارفة هي الحلة ولا الحلة لكن هي القرية الصغيرة دي في إسنا بسبب تقنين كنيستهم الكنيسة دي نشوف كمان الصورة اللي بعدها يعني شوف أنه بيرموا النار جوه بيوت الناس اللي فيها أطفال وفيها عجيز وفيها مرضى وفيها يعني ليه ليه الأزة ده كم مرة شفنا ده اتكرر في السنين اللي فاتت أهي دي بقى حاجة مشكلة يعني موجودة متغلغلة في أرضية المجتمع المسلم يرى أن من حقه أن يفترش الشوارع في أي مكان ويصلي ويصلي في البحر وهو في الماء ويصلي قدام المتر وهو معدي ويصلي قدام في وسط الطيارة والطيارة طايرة في كل حتة ويوقف القطر القطر يوقف القطر ويصلي على قديب القطر لا وكمان كمان عشان بس إيه يثبت للسمك أنه راجل بيصلي فينزل يعمل غواص ويصلي برضو في جوه الماء ليه لإثبات أنه أنا هفرد الإيماني على الجميع اللي أنا بعمله هافرده على الجميع ليه يعني بيبقى عايش في الغرب ويعمل كده يوقف قدام الأوتوبيس الأوتوبيس تعارفين في الغرب الأوتوبيس بيوقف على المحطة بالثانية بالثانية وهي نص دقيقة ما طلعتش ما طلعتش أنت حر هو بيمشي لأنه بيوصل من كل محطة للتانية بالثانية ده المسلمين خدوها بقى إيه لعبة وسلاية يروح فارش في الأرض وقدام الأوتوبيس والأوتوبيس وقف في المحطة فما يقدرش يتحرك في نص الشارع ما يقدرش يتحرك إثبات وجود وخلاص لكن تيجي عند المسيحي اللي بيصلي في حتة قوضة قد كده يعني القرية دي الكنيسة بتاعتها قد إيه حتة قد كده مسبح صغير ولا قوضة اجتماعات ولا مش عارف إيه ودي كانت كنيسة أرتوديكسية فعلا الكنيسة تقننت وبقى بالقانون ليهم حق إن هما يصلوا جوه الكنيسة ليه عايزين تصلوا جوه الكنيسة يا كافرة فيعملوا إيه يهجروا بقى المسيحيين عشان محدش يصلي في الحتة دي كلها خالص ويكسروا لهم الدنيا ويخسروا أملكهم ليه يعني انتو بتفردوا صلواتكم على الجميع صوت وصولة صورة ليل ونهار في الشرق أو في الغرب طب دول ناس بتصلي جوه مبنى مقفول عليهم مش بيتبعو يعني ما بيوجعوكوش في حاجة أوكي خليني أروح للنقطة التالتة وهي مسألة القتل على الهوية دي برضو متكررة وابتدت تاخد شكل يعني واضح أكتر في حدثة أخيرة احنا تكلمنا على الشاب رائف اللي قتل وشخصه وطلع قالك أنا قتلته عشان هو مسيحي عشان ده كافر وانا تقربت بيه لربنا وربنا هداني فقتلته عملتلك حلقة اسمها كده هداني الله فقتلته اتفرجوا عليها أوكي لكن هل ده بقى يعني أسلوب دلوقتي هو ده الأسلوب إن احنا نقتل الناس علشان خاطر إنهم مسيحيين عندنا عندنا الشخص ده أقول لكم اسمه دلوقتي عبد المسيح صادق خليل 85 سنة اتقتل غدرا وهو في طريقه إلى مزرعته أمام بوابة المزرعة وكان معاه في السيارة بتاعته ثلاث أطفال ده المجني عليه اللي على اليمين ده وقتلوا الراجل اسمه محمود شحاتة حلبي الشهير بمحمود حلبي 35 سنة مقيم في عزبة السوابت في مركز مطاي مش عارف إيه وأكد ابن المجني عليه إن القتل بدون سبب وبدون أي خلاف سبق مع والده وقال أحد شهود العين إن المجرم قال قتلت عبد المسيح النصراني الكافر عشان أدخل الجنة أبناء هذا الشخص بيقولوا أبونا قتل على الهوية كيف نأمن أن نعيش في قرية صغيرة أكيد كانوا بيعتبروا الناس دي أصدقاء وأصحاب الأخ عبد المسيح عند المسيح في السماء لكن المشكلة في إنه الناس تعيش في دولة سواء كنت مثلا في حتة متحضرة زي مارسة مطروح مثلا ولا في القاهرة ولا في قرية ولا في مكان أنت دا بيتك وأهلك وعشتك وتربيت فيه وتولدت فيه وكل حاجة وفجأة يجي واحد يكون مزنوق في حسنتين ثلاثة يعني فاقول لك أم أقتل لي واحد مسيحي عشان أدخل الجنة وخلاص أستو كافر المشكلة دي لسه موجودة ويجب أنها تواجه بس يجب أنها بقى تواجه من ناحية الدولة بإعمال القوانين مش القوانين العرفية والجلسات العرفية لكن إعمال القوانين اللي تعاقب هؤلاء عقاب شديد رادع وأن الأمن اللي موجود يكون ليه سلطان حقيقي مش الناس تتقتل تحت شباك المأمور بالاستهداف كده يجب أننا ننظر لده الاضطهاد دائما بيقع على المسيحيين أينما كان أينما كانوا في كل مكان لكن في إحنا كمؤمنين كيف نتعامل مع هذا الاضطهاد فالنهار دا أنا عايزة أكلمك عن مسئوليتك أنت كمسيحي ومسئوليتك أنت كمؤمنة مسئوليتك الأولى ومسئوليتك الأولى أنك تكون شبه إلهك في كل شيء أنا قاعدت أفكر يا رب يعني إيه الجملة اللي تحط كده إطار يغير أفكارنا عن طريقة حياتنا على الأرض أني أكون شبه إلهي في كل شيء لازم أعرفه لازم أعرف يعني إيه الله محبة ولازم أعرف أنه هذه المحبة محبة تعطي ولكنها أيضا تتكلم كلمات الحق وتعمل لمصلحة الجميع ولا تتهم ولكن تبكت قلوبنا إحنا أولا على الخطيئة فنصبح أنقياء نعيش حيات ومثل الله في المجتمع كتير قوي لما تقول كده رب أنا عايز أعرف إزاي كون شبهك ربنا هيكلمك من اللي أنت محتاج من اللي أنت محتاجه إحنا في وقت الاتهاد الكبير كنا بنصرخ للرب شعب مصر بالذات المسيح يوقع عليه اتهادات كبيرة جدا كانوا بيصرخوا للرب دايما ويطلعوا في الشوارع ويقولوا يا رب ارحم وإحنا ساعدنا يا رب وكده ولا يلوموا ما بيكسروش ولا بيعملوا لكن بيلجأوا ربنا وكان ربنا بيتدخل بس أنا دايما في كل وقت من أوقات هذا الاتهاد أنا قلت إنه الاتهاد وقت شهادة وإن لم نشهد بالكلمة نشهد بالدم فيجب إن إحنا ننظر إلى مسؤوليتنا الأولى ونعود إلى معرفة الله الحقيقي فما نصبحش ناس قاعدين في الكنيسة زيادة عدد أنا بتفرج على ناس يعني بتبقى قاعدة في الكنيسة أو يعني الوقت اللي بيخصصوه الكنيسة وقت كبير في حياتهم ولكنه لا يأتي بثمر لأنه هم مش متواصلين مع الله في اللي عايز يعمله فيهم هم مش في اللي حواليهم دايما بينظروا إلى اللي حواليهم عايشين إزاي مش هم عايشين إزاي المؤمن يجب أن ينظر إلى مسؤوليته الأولى إنه يكون شبه إله فيكون صورة تعكس وجود المسيح في المجتمع أحيانا لما الاتهات بيخف عننا بنرتاح وننخرط في الحياة وده كويس إنك ترتاح لكن الإنخراط في الحياة في صورة حياة المؤمن المسيحي يجب إنه يعلو بقى إلى مرحلة أخرى من إنك إنسان على الأرض رسالة الله المقرؤة أخضع لأرواح الشر ولا تتمثل بأرواح الشر اللي أنت عايش معها كتير من المسيحيين على الأرض بقى ما تبقاش عارف أنت اللي بتكلمه ده مسيحي ولا مسلم لأن كلامه زي كلام المسلمين هو لا يعرف إلهه فيبتدي يقولك يعني آه طب وماله برضو يعني صلي عن نبي يا عم وحاجات زي كده يعني إنك تكون عارف إنه مفيش حاجة تدخلك من أفكار الإسلام ده شيء مهم جدا واحد النهاردة يعني قاعدين ماليين بقى بيه الفيسبوك والتويتر قالك مسلم مش عارفة قاعد ردد القرآن فقد إيه وحافظ القرآن مسيحي حافظ القرآن كل يا عم ده إحنا الكتاب المقدس ما بيقوله إنه إيش نحفظه ده بيقولك أحفظ الكلمة في قلبك رايح تحفظ لكتاب المسلمين ليه كتاب شر مستخبي جوه الكنيسة ليه اطلع بره أقول للناس عن محبة الله وعملوا في حياتك كنت بقرأ في يعني في أرمية وقد إيه الشعب اللي عاصى الله وبعد عن الله ربنا تكلم مع شعب إسرائيل في هذا الوقت بشكل قاسي جدا لأنهم لأنهم فعلا تركوا محبة الله ومعرفته فربنا فربنا كان بيقولهم كده أنتو أنا أندتكم أرض عبدتوا على هذه الأرض آلهة أخرى الإنسان اللي بيخلط بين معرفة الله والآلهة الأخرى زي إلهة الإسلام ده وآثار الإسلام في حياته أنت بتحط في قلبك مكان لإلهة آخر وأنت بش حاس كرس نفسك لمعرفة الله الحقيقي نظف نفسك من كل ما يعطيه الإسلام في مجتمعك أصبح فعلا منارة للمسيح في مجتمعك أشكر الرب على كل تعديداته والأبواب المفتوحة أمامنا النهار ده بس لا تنظر لها على أنها فرص حياليك عشان تتعيش حياة أفضل ولكن أنظر ليها على أنها فرصة لأن اسم المسيح يعلو في المجتمع هناك الكثيرين المحتاجين لمعرفة الله وإنت عندك الكلمة الرب يبارككم وإلى اللقاء